اسمين بنور على ايفام احلى راديو والعالمية في مختلف المجالات ايفام بيزنس كل يوم من اثنين للجمع من احداش النص نهار تاول احداش واثناش ندقيقة هيتناعرفوش عنا مواضيع محاضرين هونكم لليومة البداية باش تكون بالأداء في الخدمة كيفاش نحسن من البرفيرمانس متاع مع سر العامري خبيرة في التنمية البشري باش نحكيو عالكونستا في البارتي الثانية كيفاش نعمرو الكونستا شنو يلزم كي نعملو اكسيدان على هلا قدرو حاشا من يسمع ومن يتساند شنو يلزم نعملو شنو الكونستا يلزم يكون فيه ذي الكل باش نعرفوه معا سيغاسين الشجراني وكي التأمين اخر حاجة باش نحكيو عليها لليوم وانتي ديد اللي حكينا عليه الجمعة اللي فاتتها الاربع اللي فاتت باش نحكيو على المخاطر اللي دمانها الفاصل الثمانية وثلاثين من المشروع المعدل قانون مالية الفين وخمسة وعشرين بعد شوية نعرفو الفاصل الثمانية وثلاثين شنو يقول واتفاصيل امتيع وشنو يغيس كي نجمو نتعرضو لها في مشروع القانون هذي مع سيسكندر السليبي مستشار جيبائي هيدا جبس نسمعو اليوم في اي افم بيزنس البرنامج من اعداد ملك المعليوي اخراج عزة التويتي اخراج رقم اي افم تيفي سليم اخونا سليم في اي افم تيفي منيش غالطة سهرة في الديجيتال انتو ما تسمعو في اي افم بيزنس مع ياسمين بنور على اي افم احلى غاديو مدن سهرة صباح النور صباح الانوار اهلا وسهر مرحبا بيك مرحبا بيه احنا مشكلتنا ديما العمل والعمل والعمل والبرفورمانس في العمل نعرفو لي فاما برشا ديما يمشي وشفيق اسما فاما موكلة في الحكاية فقدين الشغف سمعتها برشا في الانتراتيان بتاعك ولا ما عايش نحب بنخد في قدل الشغف متاعي مانيش قاعد نعم في حاجة نحبه بان نظم الكل دي ريزان ريدي نعطي فيه مما ربما انت متعطينيش نفس لغيزان شنو اللي خلي البرفورمانس متحد في الخدمة اطيح مش كيف مقبل ولا معينوش بشي يختم معنى هو باش نجيبك على البرفورمانس دجا ان كنتينوتي اللي حكينا فيه جمعة الفيت تنجي هو فاما لتو إفاليواشون اللي عملها العبد الروحو ولا المانجور متاعو الفيتباك اللي يعطيهولو بغابور اللي شنو هو هو دي لفرا تنجي متكون السوخس هي لطفالك تنجي متكون السوخس هي جاية من الفيتباك اللي يخديه من المانجور متاعو هو يدي موتيفي وهذا كعليش تتخيز امبورتان في الفيتباك متاعنا يلزم الرتور اللي نعطيه بش نشجعه العبيد والوبجيكتيف متاعو انه نحسنه من المردودية في الخدمة اول اتاب باش نجمه وننجحه هي هو التخطيط تخطيط فيه طرق مختلفة فاما ليجي قولك اسمعي نراني نحب نحبك توصلي في الكابياي هذا اللي هما انديكاتور معناها معاينين كيما فاما للمكينات كل شيء فاما ديز انديكاتور اللي زيت خماء كل واحد في الخدمة متاعو نحبك تخلط الانديكاتور تان وكهو ويقف راتي كيفيش عاليش كيفيش وقتيش شنو تستحق ليه مفاميش هيدوكم كل ما هش موجودين هذا كعليش لتاب متاع التخطيط مهمة جدا والتخطيط فيه لزم دجا للشخص يكون لوبجيكتيف متاعو سكندي سمعت سامحني في الترم اللي هو سبيسي فيك معناها محدد نحددوه شنو هو الهدف ذك نحددوه بضب كيفيش نقيسوه كيفيش نقيموه كيفيش نعرفو خلاطنا ما خلاطناش اسك هو النجمو نحقوه ولا ليه ايه قابل حق قابل انو يتحققوه ولا ليه ولا ليه اسك هو ايه نبشي شجعني ولا بش نرقى روحي نعم في حاجة اللي هي اقل من اللي بسنس نعمل فيه وإلا حاجة بناء اللي نرجع هوني للحافز دي ما فما نيز تحط اهداف طموحة جدا في العمل ايضو ما العكس انتع في قديشة غفرة ايضو ما يزم يكونوا رياليزابل يزم يرجعوا اسك هو الهدف ذيك الموين اللي عندو يتمكنوا بش يحقهم الهدف ذيك والي الموين اللي عندو يتمكنوا بش يحقهم الهدف ذيك والي يحضوا اهداف غير قابلة انها تتحقق ومن بعض الديسبسون وراه وكبيرة برشا ومعانتها تنعكس على الجروب الكل مش كان شخص بارك فكيفاش نعملو بش نخليه بلعبات ما تحط اهداف رياليزابل معلي يلزم كي يحضوا الهدف نخطوا انكنسدراشن الوقت لغسوص الموجودين الامكانيات الظروف الانفيرومنت اللي نحنا فيه الانفيرومنت اكسترن اوه اللي دير بنا لكل الالسيستام اللي دير بينا اسكوه ذاك يوصلنا اننا نحقوا الهدف ولا ميلي نحقوه اوه اوه معاناها بايه نكونوا طموحين في الاهداف متاحنا يلزمنا نكونوا طموحين اعم يلزمنا دي ما سقينا في ارض الواقع اهني عنا عبيد ما هامش اه اه باخطيط ما يفيش نعملو معهم باش نخليهم باش نزيدوا في البرفيرمات سمتيحهم باش نخليهم يقوموا بعملهم على اكمل وجه أول حاجة كما قلنا التخطيط ثاني حاجة يجبنا نعلموهم اللي هما ما همش قاعدين يخلطوا في الأهداف متاحهم خاطر موجود زيدا المشكلة ذية عابد يخدم مش في بيلو اللي هو يعطي له ماكسيموم بتاعه آما الغزولتة أطندو ولا المردودية اللي استنى فيها الطرف لخمش موجودة نوك يلزم يكون فما أم بختاش فما معلومة ترجع بالطريقة الصحيحة للشخص بش يفهم اللي هو المردودية متاعه يجب ويحسن فيها آي يزم في بيلو اللي هو مش قاعد يحقق في الأهداف اللي هو جاء لخطرها واللي قاعد يخدم فيه بضبط بي دونك عنا التخطيط عنا يلزمنا نعلموه اللي هو مش قاعد يوصل للأبجيكتيف ولا موهوش على فنية الصحيحة شنو آخر؟ شنو الشغف اللي تحكى لي آآ بي زبيل مش كونت يا شغف في الحياة شغف هو شنوه انفت سي لانفي سي لموتور كل واحد فينا عنا حاجة تحركه وي يفوت خوفي العبد كل واحد عنده شغف متاعه. المطور نسميهه نحن في لغتنا سرحنا. نسميهه المطور. كل واحد عنده الموتيفاسيون متاعه عنده الحافز متاعه. بي شنو وقف ما ناس تخدم في خدمة ما تحبهيش مثلا. شو نعمل معهم الناس فيهم. الناس اللي تعم في خدمة ما تحبهيش. فما زوز طرق. يتعلموا يحبوا الخدمة اللي هما يعملوا فيها. ووقتها يلزم يفهموا بالضبط. شنية الحاجة اللي خليتهم موجودين في الخدمة هذيك. خاطر نحن ساعت نقولوا ليه لو ازاغ ما فميش حاجة ازاغرة. فما حاجة خليتك توصل تخدم في الخدمة هذيك. آه شنية النظرية اللي قاعدت اللي وراه هذي معتا شنو يخليني نخدم خدمة ما نحبهيش ومقتنع اللي ايني ما نحبهيش راه هو. اما انتي تقولي له فما حاجة في الخدمة هذيك راه ما هيش بالصدفة. فما حاجة انتي موجود على خاطرها في الخدمة هذيك ويزمك تلوج عليه. هذيك هو الحافز. قال لي خليك انتي موجود في الخدمة هذيك. اذا فهمت الحافز زي ذيك ونجمت انتي تتواصل انتي وياه ونجمت انتي تحسن من المردودية متاعك تخلط الهدف متاعك. فمع بيت حتى كيوصلوا يفهموا هما شنو الشغف متاعهم في الخدمة هذيك. مهم. ويقولك لي انا ما عادش موجودة. ما عادش موجودة. ما عادش موجودة. هكا اللي تحرك فيه بيش نخلط انا نعطي لبلوس. وقتا نولي ونحكيو على حاجات اخرين كيما لغو كونفرسيون كيما ريفيزيون دو سيتيواشون كيما برشة حاجات طرق اخرى اللي تخلينا النجمو نرقاو اختم اخرين. ولا حاجات اخرين اللي هما نرقاو فيهم الشغف متاعنا اكثر. بي. نكملوا الموضوع بعض الفاصل. احنا انتم تسمون في اي اف ام بيزنس مع ياسمين بنور على اي اف ام احلى غاديو. لاحدي شو 21 دقيقة على اي اف ام احلى نجمو زنا موصلين معاكم حتى النص النهار وهيكونا نحكيو على مع مادام سارة العامري خابية الفتنمية البشرية كيفاش نحسنو من الايدي في الخدمة متاعنا في العمل متاعنا وحكينا على ثلاثة ناصر اللي هو التخطيط. اه لازم انتي الشيف دو بخوجي والا المشرفة عليك يا علمك اذا كانك انتي مكش قاعد تمشي في الثنية الصحيحة يقول لك يا استاذ مكش قاعد تمشي في الثنية الصحيحة بش انتي تغير الوجهة متاعك او طريقة متاعك بش لمشي للوجهة الصحيحة وتحسن هيدا يحسن هيدا من المردودية وعنا لا ديموتيفاسيون عبد يبدأ ديموتيفي عليش. والله نحبس كلمة شغفة. شغف فقدين الشغف بي. الشغف. الشغف المطور معنا. ايوة استاذ انتي من تبدأ ماكش ما عندك الشغف بحاجة ما تنجمش تكون فيها. وذي سبب طبيعي معنا لوجيك معنا يظهر. هو متواجد معنا هاليوم بش نكونوا واقعيين. متواجد فما عبيد اللي ترقى روح ويخدم من عرش أنا انجينيور في في معمل هو مغروم بالكاليتي وهو ما حتوه يخدم في البروديكسون. مثلا انه يبدا في كاري مش بتاعه. والا. وإلا عبد ترقاه هو مغروم بالانفورماتيك وهو ما حتوه يخدم في اليوزينة الداخل. معناها اليوم سي امبورتان زيدا مهم برشة انه الانسان يفهم شنوه الحافز متاعه في العمل متاعه. ايه قطلي انت حتى كتبت تخدم في حاجة ما تحبهيش. لوش فما حاجة شو ما رك تحبها في اللي خليتكو سلط بشتخدم في انت. اي. سلطان ما اي. اي. جميلة. هو راهو فما فما اجزارسيز سهل برشة النجمو نعملوه تمرين معناها كل واحد يقعد ما بينه ما بين روحه. وهو نحنا معناها ننصحو به قبل ما نعملو تقييم متاع اخر سنة. انه كل واحد يحضر مبين ساعة و ساعة ونص. بش يعمل متاعه. معناها يعمل تقييم ذاتي متاعه. بش يشوف هو دجا مبين ومبين روحه. شنو الحاجات اللي خلط لهم شنو اللي ما خلط لهم مش كيفاش علاش. وشي الحاجات اللي هو يرا كان ينجم يخلط لهم كان عمل بطريقة اخرى. ولا كان خدم اكثر. ولا كان اطلب دي غوسوخس اكثر. بش ينجم كي خطط للعام جديد يخذ انكو سيدراتيوني و الابنتيساج اللي صارلو في العام اللي قبل. واضح بي. شو نجمون احنا مزيل عنا بضبط الثقائق. بي. كيفاش بش نعطيو حلو معنا نوضحوا الصورة اكثر ونخليو الناس كيتاس معنا تقول طريقة هذي كنتبقها بش نوالي بخفرماء. هو اول حاجة نعمل وقفة صغيرة. انا نقول لهم. وقفة تأمل. اللي هي ما بين اكتوبر حتى الديسمبر. نعملوا وقفة صغيرة بش نجمو نعملوا انتلاقة كبيرة. مهم. الوقفة الصغيرة نعملوا فيها تقييم لروحنا. تقييم للمردودية متاعنا. ناخدوا الفيدباك متاع توت لبارتي بخونات. معنا كل الاطراف اللي هما قانسريني خطر هذا الاكزاسيس نجمو نعملوها على المستوى الشخصي كما على مستوى الشركة راه. اه بي. اي اي كما البيلان متاع اخر العام كيف كيف. قلت البيلان غالطة في الكلمة. سامحوني سيدة مستمعين سامحني ودف سال. بلان مجدق البيلان بالحكاية. ينجم يكون بلان هو شو تقييم بلان زيدة البيلان سا رجوع. نحنا نستعملوا في كونتب. اي اي صحي. البيلان السنوي يعني التقييم السنوي. دونك ينجم يكون هو اي افالواتي متاع اخر العام بالنسبة للموظف. وينجم يكون وقالا العامل في بلاسة. وينجم يكون زيدة بينكو بروحك. العام السنوي العام هيدした وهو ما thấy? اللي حطيت وصلت له ومس repetit لواء? اي جهت وصلت له زيدة. واللي وصلت له كيفاش النجم نحصل فيه. واللي موصلت له هيد نفهم علاش باش نحط حاجات تعاوني باش النجم في العوين من بعد اخلاط له. ها هي ها. اي ها هي هنا. دونك اه ما يعالش حنا ما نضيفو. countries over? المهم انه راه الوقفة هذية سنباغمية باش نجم تكون لانتلا Ellieقة اكبر. باش لي زب جك في متاعنا للعامل من بعد يكونوا اكثر نحكيه على الشغف خير ما ينحكيه على فقدين الشغف ديما ناخد الحاجة من الجانب الإيجابي ونتناولوها من جانب إيجابي هذا مهم ينعكس على حياتنا راه وينعكس على الكواتيديان متاعنا زيدا حاجة لناة موجودة في ديننا وعلى نويةكم ترزقون وعلى نيةكم ترزقون معناها نحن نيتنا تكون حاجة بيها تبعوناك نحن نهزر حاجة الخيبة فقصمو الكرمة الموجودة في الكامل شكرا لك عمري خبيرا في التنمية البشرية كنا حكينا على كيفيش نحصن من الأيدي في العمل كيفاش نحسنو من البرفرمانس في الخدمة نحن دا 11 و 27 دقيقة فاس الموزيك هتغير ونرجع مزنا موصلين معاكم في ايفم بيزنس حتى النص نهار 11 و 32 دقيقة على ايفم احلى راديو مزنا موصلين معاكم حتى النص نهار في ايفم بيزنس وجيب حذية سي اسكندر السلمي مستشار جيبين مش نحكيه على القانون يتعلق بتمكين مصالح مراقبة الادئات من اعتماد نتائج المعينات الميدانية لضبط القيمة التجارية العقارات في اطار المراجعة الاولية وهذا يكون نحكينا عليه المرة اللي فاتت وفصلناه بالتفسير وادعو كل من يسمع فينا وانه يرجع لحلقة نهارة الربعة كاسي اسكندر صبيح انه حلقة نهارة الربعة فسرنا فيها وقتاش تم المراجعة في اطار المراجعة الاولية وقتاش تصير ضبط القيمة التجارية للعقار من خلال المعينة الميدانية وهذا يتم في قانون الجديد ولا يتم في مشروع قانون مالية مازاله مصدقش عليه ومشروع قانون مالية ولكن هذا يتم في اطار المراجعة الاولية في القانون الجديد ولكن قبل كان يتم في اطار المراجعة المعمقة وحكينا على التفاصيل مليح مليح به اليوم موضوعنا شنو معتيني انتي تقديم للموضوع بشنا حكيه على الفصل 38 من مشروع قانون المالية نعملو هكا نوعا بتاع التذكير هو هذية كان في المشروع الاصلي مشروع قانون مالية وكان الفصل عدد 36 فصل 36 من المشروع ولا توا في النسخة المعدلة هو الفصل عدد 38 الموضوع هو شنو هو الموضوع انه الفصل هذية يحاول او يقترح تمكين مصالح مراقبة لدائت من الاعتماد على كما ينص هو نتائج المعاينات الميدانية في تقدير قيمة العقارات لكن اش نحكيه لهنا نحكيه على القيمة التجارية هذية اللي يجب تنبهله مارفة تنبهنا نبهنا انه كيتم المعاينة يجب معاينة العقار موضوع المراجعة وكذلك العقارات اللي يبش نظروا به باعتبار انه الادارة تسعى الى تحديد الاسعار المتداولة ومقارنتها بالسعر المصرح بهي ضمن العقد ايذا هو لكن المشكلة لهنا ثم يعني مصطلح ليهو ما يتنسبش مع العملي لهو لهنا الغاية من التنقيح هو تمكينها تمكين الادارة من تقدير القيمة التجارية للعقار في حين انه مجلة معاليم التسجيل والطبع الجبائي تتحدث على ثمن العقار الثمن هو موضوع تعاقد موضوع اتفاق لكن القيمة التجارية هي مسألة ما يتحكمش فيها للمتعاقدين ولا ينجموا يعرفوها اي صحيحا لهناش بشوالي لهناء اولا تقدير القيمة التجارية بشوالي عنه اساس لتعديل معاليم التسجيل التسجيل والقدر العقارية لا يتناسب مع اساس احتساب الاداء يعني بشوالي العملية نتاج متاعها تأدي الى تعديل مخالف القانون يعني مش انطالبوا المواطن انه بشوالي يخلص معاليم التسجيل على القيمة التجارية للعقار ألوركو في القانون ما يقولش راويزم معاليم التسجيل اساسه هي القيمة التجارية للعقار هي الثمن المتفق عليه يعني لهنا هذا شيء يأدي الى جملة من المخاطر باعتبار أنك تخرج فارق كي أنك تعاقب المواطن وتتهم فيه كي أنه أخفى القيمة الحقيقية للعقار في حين أنه في القانون أحنا نحكيه على الثمن الحقيقي أو الثمن المخفي يجب إثباته يعني قبل كل شيء يجب إثبات مثلا أنه ثم تقاضي جزء من الثمن وتم إخفائه هذي في الحالات اللي هي تنقيس لكن هنا ولينا كي أنه نعتبر الناس كل مخالفة للقانون ويجب يخلصوا كل فارق مع خطايا التأخير علش؟ أنا خاطر أحنا بشي يجب أن نعتبروا أنه الثمن الحقيقي حسب الإدارة مش بالقانون أنه الثمن الحقيقي هو القيمة التجارية ولي ما يعرفيش مواطن وين نحكيه في القانون كيفاش نعرف القيمة التجارية متاع العقارات مثلا كيفاش نحدو هذي معناتها شو المرجع نطيعنا أو المصالح مراقب سداية تعتمد تقنية التنظير يعني مقارنة ثمن العقار هذك اللي موجود في العقد بالأثمان المتداولة في نفس الفترة وفي نفس المنطقة وهذا يفترض أنه يكونوا عنده بنفس الخصاص لكن القانون في معالم التسجيل وطبع الجبائي وفي أداء القيمة الزائدة العقارية ما قالش على القيمة التجارية قال على الثمن وقت الشي حكيه على القانون على القيمة التجارية حكيه في تحديد أو في ضبط المعلوم على العقارات الغير مبنية بي لحظة بشوية أداء بلدي معناها القانون نص صراحة أنه أساس المعلوم هو القيمة التجارية العقارية أساس المعلوم هو القيمة التجارية مش كما في معالم التسجيل وطبع الجبائي يعني هنا وقت اللي نستعملوا التقنية هذي متاع المعاينة في تحديد القيمة التجارية العقار أحنا يعني نجم نستعملوها في إعادة تقييم أو ضبط قيمة المعلوم على العقارات المبنية وفي الأداء في الضريبة على الثروة العقارية اللي هو زادة كيبكيف يتحدث على القيمة التجارية العقارات ولي هو في حال ذات وباقي في تونس يعتبر يعني تحميل المواطنين حاجة ما ينجموش يوفروا معناها التزام ما ينجموش يقوموا به باعتبار أنه ما ثماش ما راجع لتحديد القيمة التجارية العقارات في المعالم البلدية البلدية تنشر ثمن المرجع للمتر المربع يعني واضح طريقة أري واضح عندك عندك ريفيرانسي لكن في المادة الجبائية ما عنيش طوى هذين نجمو نعتمدوه في دول الكيمة في سويسرا سويسرا عندهم سيستام تلك كداستر مثلا تدخل تلقى ويقول لك راهو هذين معناها القيمة حسب كداستر يعني واضح حتى أنت متفقته أكثر ولا أقل يعني ديما عنا مرجع الأسعار هذاك هو أو السعر المرجعي اللي هو نعتمدوه في معناه في احتساب الأداءات أو معالم التسجيل أو المعلوم على التاركة أو ما إلى ذلك لكن احنا في تونس لا احنا نقول لك القانون يقول لهنا طوى اللي هو يحكي على الثمن ما يحكيش عن القيمة التجارية والإدارة تحب تعادله بالسيف بالقيمة التجارية وزيد المواطن ما عنده حتى علم وعنده حتى مرجع في تحديد القيمة التجارية باش نعنزل نعبلهم كذلك زادا عنده شوية مخاطر على أعمال الإدارة باعتبار أنه عمل إدارة نجم تسقط باعتبار أنه إذا كان أنت تحاول تطالب بمعاليم تسجيل بناء على القيمة التجارية العقار في حين أنه الفصل فصول المجلة المعاليم تسجيل وطبعا الجبائي تحكي على الثمن ما تحكيش عن القيمة التجارية ما تنصش على القيمة التجارية لهنا تولي أعمال الإدارة لا تتناسب أو مخالفة للقانون يعني هي تسعى التحديد أساس احتساب الأداء ومخالف للقانون ثانيا زادا كيف كيف نجيه على أعمال الاختبار أعمال الاختبار في الفصل 64 مجلة الحقوق الجبائية يقول لك أن المحكمة تلتجأ وجوبا كيف وجوبا للاختبار لتقدير القيمة التجارية يعني لهنا إذا كان في نزاة يتعلق معاليم تسجيل وتبعا الجبائي ونمشي والاختبار لهنا بشي والي اللجوء للاختبار يعني لا يتطابق مع موضوع الفصل 64 وخالف القانون يعني إذا كان مش تحدد القيمة التجارية العقار وبش تعد الثمن يعني لهنا والمقارنة ما بين القيمة التجارية العقار والثمن يعني على أنه تم إخفاء ثمن الحقيقي باعتبار أنه يزم إثبات يعني أقوى من ذلك نجم يكون هنا يزمنا نتنبه خاصة النواب توابس يعودون يقشر فصل هدايا يعني هدايا كأنه الإدارة تحاول تخلق مراجعة هكا غير واضحة غير واضحة وتتحكم فيها هي وذراءة للترفيع يعني في قاعد حساب الأداء ولهنا يولي يعني الوضعية بالنسبة لمطالبين بالأداء يعني ما هيش آمنة والقانون يولي الفصلة ذا بشيوفر ذريعة يعني لمصالح مراقبة للترفيع يعني كما يحب اي بشيطق الكاهل المواطن في الأخر بكل احنا هوني يهمنا المواطن تونسي معناه كيتعين الاختبار إزم المواطن هو اللي خلص تدفع حقه بيانسور وبعد يعني يشوف هوني معناتا نحكيه على حاجاتهم السيدة المستمعين بدرجة أولى ومباشرة معناه هوني نحكيه على أسعار العقارات والتكاليف اللي حاد دور حولها نحكيه على أساس احتساب الأداءات الموظفة على العمليات العقارية اي 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 معك 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 اي تكاليف دور حول العقارات معناتها في الأخر بقول عطر يعني إنسان يكون قاعد بعد مدة يجي ويعدلوا لقل لا رأة وليس ذلك الثمن الحقيقي هاي يحصل ويحسبوا عن القيمة تجارية قل لا رأنا ما نقصدوش لي أنت عندك سؤنية لكن رأوا الدولة معنيها رأوا لا يجب أن نتأكدوا لا يجب أن نتأكدوا من يجب أن تأخوا حقها ماذا يجب أن يحدث؟ هنا يجب أن نراجع خاصة نعتمد المصطلح على القيمة التجارية العقارة باعتبار أنه حتى كيف يتعاوذ؟ كيف يتعاوذوه؟ نقولوا القيمة الحقيقية لكن القيمة الحقيقية لم يجب أن نقدرها بالاختبار فهمتها؟ الثمن نجمو قوله الثمن فهمتها؟ الأطراف الأطراف معناها المسؤولين هم الأطراف المتعاقدة والإدارة لا يجب أن يجب أن تأثر على إيرادة الأطراف باعتبار أنه معناها البيع والشراء وتحديد الأثمين ما كانش معادش عنده هذي الإيرادة المدني اللي يحكيوا عليها والحرية التعاقدية ما عاد عنده حتى معنا يعني بشوالي يكاينه عنه أحنا لكن هذي يزمن الإدارة توفر ما راجع احتسب يعني تولي تقول يا أخوة أنا بالنسبة لي اللي يرى معلم تسجيلنا يخدم على القيمة التجارية لكن زي ما تحدد هذي ترجع كيمة تجارية كيمة موجود في سويسرا كيمة موجود في برش الدول دونك احنا قلنا تتعاوذ المصطلح بالقيمة الحقيقية واشتر المصطلح يتعاوذ بالقيمة الحقيقية الثمن يعني العملية هذي يزم يعطي نظر فيها برمتي يعني اذا كان احنا نحب ان هي المعاينات لتوفير وسائل اثبات مدية تو حتى نشوفه بالنسبة للمعاينة متحكيش على معاينة العقارات يعني حتى الاستيناد الفصل ستة والفصل ثمانية في حد ذاته يعني اللي بش نعتمدوه في طر المراجعة بش نعملو المعاينة الميدانية هم يقولوا في حين انو الفصل المادية يعني قد لا يتناسب وهذا للأسف جاي يعني من العقلية ما هيش عقلية قانونية يعني الهناء المنطق نشوفه خطر الهناء ولا ثم كينه تشويه وثم عدم انسجام بالنصوص ولذا الهناء يزم يعني مراجعته من جانب قانوني ومن جانب يعني سياسة تشريعية كاملة ومن جانب انسجام التشريع الجبائي سواء في المعالم التسجيل وطبع الجبائي سواء في الضريب على الثروة العقارية سواء في مختلف الضراء بالتهم العقارات باش يكون منسجمش مرة نقوله القيمة التجارية ومرة نحكيه على الثمن ونزيد نحملو الناس يعني التزام ما ينجموش يقومو به باعتبار انهم عندهم حتى امكانية لي معرفت شنية القيمة التجارية العقارات وزيد حتى كين ياخدوه ناخدوه بخطايا كان عاقبنها خطر ما يعرفوش احنا خلينين في الفلورة في عدم الوضوح مسألة ما عندهمش الامكانية انهم يمتزموا بها ويحترموا شكرا لك سيسكندر السليمي مستشار جيبه احنا الحديش ثلاثة واربعين دقيقة بعد شوية بشي جيبو حدينا غاسين شغراني ووكيل تأمين مش نحكيوه على كيفش نعملو كونستاو وشني اهمية الكونستاو كتصير حاجة وانتبشش تعمل كونستاو يصير هيدا كل مش نعرفوه مع غاسين بعد شوية توفاص سيسكندر السليم سيسكندر السليم صباح النور تحية ليك وليك كافة مستمعية يا فارك عايشك مرحبا بيك البداية متى بشكوش معنية كونستاو سيعا نبديو بشوية بشوية من بعدتا نشوفو الكونستاو كيفش يتعمر وشنو من شنو يحمينا ولا شنو اللي نظمنا ولا شنو اللي وضح الكونستاو شنو يدورو ولا اذي هو سوئي بيه كونستاو كما يدولو عليه اسمه هو وثيقة هي معاينة ودية يستحقها الحريف او صاحب السيارة صاحب السيارة اللي هنا نحكيه معاينة بتاع سيارة كونستاو بتاع حادث مرور في طريق يستحقوا هذي صاحب السيارة في حال وقوع حادث في حال وقوع حادث المواطن يجبض الورقة هذي اللي هي مكتوب عليها كونستاو اميابل اللي هي معاينة ودية ساعة من خلال تسمية تيها نفهموا لي هي معاينة ودية تتطلبوا اتفاق الطرفين يعني زوزة طراف كيف يعملوا حادث بداية زوزة طراف ينجب يكون حادث فيه اكثر من طرفين هنحكيوا عليهم بعد هذي هي معاينة ودية تفقوا زوزة طراف انهم يعمروا الوثيقة هذي الكونستاو هذي هو وثيقة معترف بها من كافة شركات التأمين في تولسي يعني جميع شركات التأمين تستعرف بالوثيقة هذي اللي هي الكونستاو الكونستاو هذي يوفر لنا وقت كبير ويجنبنا النزاعات اللي تدخل في اطار قضائي وتولي محكمات وتولي تاخذ مدة طويلة والمواطن مش ياخذ حقه في على اثر حادث يتجه للمحكمة وياخذوا ببرشة وقتهم الكونستاو هذي يوفروا الكثير من الوقت والكثير من الجهد اذا التفق هو والطرف الاخر اللي قام معه بحادث على انهم يعمروا هالوثيقة هذية اللي تتسمى معاينة ودية ساعة بداية الكونستاو هذي يتعمر اما من طرف شخص وحده اذا كان هو مثلا عامل تأمين شامل على السيارة يعمر اه كونستاو وحده مش مستحق انه يعمر اه زوز اطراف يعمروا الكونستاو هذي هو الكونستاو كما تشوفوا هذي فيه اه نقاو مكتوب وفيكول بي مقسم على دو مقسم على اه اثنين جهات في حالة انه شخص يكون عامل اسيرانس تو ريسك راهو يناجم يعمر الكونستاو من اه اه اتيجاه واحد من جهة واحد يعمر الكونستاو من جهة واحدة وعننا حالة اخرى انه الشخص يعمر الكونستاو وحده في حالة مثلا يكون عامل تأمين على البلور على كسر البلور في حالة انه يكون عامل تأمين على كسر البلور فانه كيف كيف يعمر الكونستاو هذي منشيرة واحدة ويكتب في الملاحظات انه هو قام بيكسر البلور او البلور تاعه وتكسر وهناك الحالة الثالثة اللي هي حادث عادي بينا الطرفين نقاول هنا بيكول ا و بيكول بي. زوز اطراف عمرو كنستة هذي بعناية تامة. كمان راو داو بعد فسرو. جس كامل الحالة الرابعة ونقولكم كيفاش يتعمل الكونستة. بي. اه في الكونستة في افم اه تي في هكا اوضح خط رحنا نواليو فيه من منعنا. اوكي. دوك هكا بارتي اه بي. نكمل واي. الحالة الرابعة نتع تعمير تعمير الكونستة هذي يكون بين اكثر من طرفين. يعني تصير ساعات فما حادث يتصيروا فيه ثلاثة سيارات او اكثر. ثلاثة سيارات او اربعة سيارات او حتى خمسة سيارات في طريق سريع على قدر الله انه يصير حادث هذي. كيف كيف يتعمر الكونستة هذي. اه بداية من الفيكول ا بي سي دي. انت وعدد السيارات. فبالتالي الكونستة ينجم يتعمر يعمره شخص واحده ولا مع طرف اخر ولا مع اكثر من طرف. لان يجيون هنا لطريقة اه اه تعمير الكونستة هذية. اول شي لابد انه بعد اللي يصير حادث لقدر الله انه نتجنبوا حالة التشنج والفوضى والدخول في الاتهامات. انه طرف يقول لطرف الاخر انت غالط والاخر يقول له انت غالط. لا. اولان الكونستة هذية بش يتعمر مدام اه تفقوا انهم بش يعمروا. لابد انهم يعمروا في كافة الهدوء. وانه الاطراف تكون متحملة لمسؤوليتها. عنا خانات الهناء هو بسيط رو الكونستة ما فيش حاجة اه صعيبة. فما خانات لنا فارغة. خانات فارغة. ومكتوب قدام كل اه خانة شنو يزمو ايا يعمر الحريف. فبالتالي في الفيكول اه هناك معطيات تخص العربة. ومعطيات تخص المؤمن لهو. و اه بناتهم فما خانات من واحد الى سبعتاش. من واحد الى سبعتاش خانات هذوما. لابد هو انه الحريف يعمرهم. اما يقولولك الحال فما جملة من الحالات سبعتاش هذوما يقولولك الكرهبة في حالة وقوف او مغادرة لمكان اه معين او اه في حالة اه اه مثلا قادمة من اليمين قادمة من الشمال اه خارجة من اه من اه مكان تاع ستاسيومان ولا اه الحالات الكل هسيروا موجودين هنا في في وسط الكونستا. بالتالي لازم يعمروه. وهناك في اسفل الخانة هذية متاع الرسمة اللي يلازم كيف كيف ازوز اطراف يعني يعمروها ويصوروا ويقولوا كل سيارة شنين الاتجاه اللي كان فيها. ويعمروه بعينين. واخر حاجة بعد الرسم الدقيق اللي يعمروه للطرفين. اخر حاجة هي التوقيع. وله هنا بشقول حاجة مهمة على التوقيع على الكونستا. راهوا اه في حالة اذا ما وقع الطرفين في الكونستا راهوا لا يمكن انهم يتراجعوا بعد اي طرف منهم يتراجعوا يقول راه اندمت ولا غلطت ولا قالولي ولا بتحمل مسؤوليك في كيف من مديركك العاقلية. يتحمل مسؤوليته اذا كان وقع لانه احيانا يصير فما حالات يعني يتفقوا على موضوع اي يتفقوا مثلا يقولوا كان غالط ولا يقول لي انتي غالط. بعد يقولوا اه بطلت. لا اذا كان وقعت على الكونستا راه او كونستا هذك معترف به كوثيقة رسمية لدى شركات التأمين تحمل مسؤوليتك بعد التوقيع. اه. اه. بالاضافة الى الكونستا هذي الورقي اذا كان لا لا يقدر صار حادث. وفما يكون عنده صور ولا فيديو صور ولا عنده مكان قريب حادث هذي. ولا شهود. اي انه فما شهود لهنا. اه في اعلى الورقة بتاع الكونستا. اه. انه فما شهود. بالتالي العملية بسيطة. ما متطلبش ياسر اه. ما عارفة فقط انه يركز الشخص في الورقة اللي قدامه ويعمرها بدقة. وحاجة اخرى انه الكونستا لازم يكون واضح. ما فيش تشتيب. ما فيش اه معلومات اه مغلوطة حول مثلا قوة بطاق تعريف او رقم اه اه رقم اه رخصة السياقة او اه رقم بوليسة التأمين هذوم المعلمات والمعطيات لازم اه يكون اه واضحين. اه. بالاضافة لهذا الكل. لازمنا اه نحكيه على انه فما حالات اه لا يقع فيها الاتفاق بين الطرفين على تعمير كونستا. كيفاش? انه مثلا كل واحد يكون عنده رواية. مثلا الطرف يقول انا يقفو دي ربط. اه مش واحد مش موافق الاخر. فما واحد مش موافق الاخر. واحد يقول انا مثلا. انا واحد يتبلع لاخر. ولواحد يتبلع لاخر. بالحالة هذه كي ما شوفوا في اسفل الكونستا فما الهنا ملاحظات او بالفرنسية كنت او موجود بالعربي وبالفرنسية على فكر. موجود زوز نسخ. موجودة الهنا في اسفل الكونستا. بالفرنسية وملاحظات بالعربية. في الحالة هذه كما التفكوش على رواية معينة. زوز اطراف. ينجم كل شخص يكتب بالرواية الخاصة بكل طرف يكتب. ما شو يفضها بعد غسين؟ هذي تفضها شركة تأمين بعد فيما بين كل واحد يديبوزي الكونستان تاعو لديه شركة تأمين خاصة به عند الوكيلة وعند الفرع وبالتالي بعد يشوفوا حسب الصور ولا تقرير خبير ولا غير ويشوفوا شكون المختلف في الكونستان وشكون له. إذا كان ما تفقوش كما قلت لك على الرواية معينة كل واحد يكتب ملاحظة تاعو أو يلتجوا إلى أعوان الأمن إنهم يصير تعمير الكونستان في مركز مرور ولا يعملو محذر. بالتالي آآ فما إمكاني أنه. فما إمكاني أنه كونستان مثلا يعمروه عوان الأمن. مواضح. هذا هو إذا كان ما تفقوش الأطرف. بي كيف ما نعملوش كونستان شنو يصير؟ كيف ما نعملوش كونستان معتها. اصار حادث. وما عملش كونستان في حالة أنه فما شكون هرب. وفي حالة أنه دخلت بعضي وما معتها وما حبيتش نعمل. ما نجمتش نعمل كونستان. هو لازم تعمل كونستان. هو في حالة. مع أنت هالسونا عصم بعض تتعرف لي بالأضرار اللي صارت للكرهبة متاعي ولا الأضرار اللي صارت لي أيني زيتها أو لي معناه؟ هو كونستان ضروري. لازم يتعمر في حالة كما قلنا أنه اتفق الطرفين اللي عملوا حادث يعملوا كونستان. في معادة ذلك لابد من إعلام الأمن في أي حادث. مرور لازم الأمن يتم إعلامه. إذا كان طرف ما يحبش عمر كونستان كما قلنا. إذا كان شايف أنه الرواية تعترف المقابل غالطة ولأنه الشخص الأخر يتبلع عليه كما قلت سيادتك. دونك بالتالي يلتجوا إلى الأمن. وعليش أنا بديت كلمي في أنه الكونستان هذي عميابل أنه يوفر الكثير من الوقت إذا كانت تجهنا إلى المنحة الثاني اللي هو إعلام الأمن إما آآ مراكز استمرار في الليل ولا مراكز شرطة مرورة والعملية ستصبح معاقدة وستأخذ الكثير من الوقت. يعني العملية بش تطول برش. بالتالي أنا نصح كل المستمعين ألم يابل. بعيد شر. ألم يابل. بعيد شر. بطبيعة مع تمانياتنا القلبية بالسلامة. طبعا 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 طبعا. وشاء الله ربي الله لا يقدر عليهم. ونبي يسترنسك. للكونستان. إذا كان استحقوا إنهم آآ عملوا حادث لابد أنهم يلتجوا للكونستان باش كل طرف ياخذ حقه وبطبيعة معناه اللي آآ آآ الظالم نحنا نقوله الظالم والمظلم في. الظالم يستعرف ويقول راني خاطئ أنا. كان هرب السيد اللي يضربني مثلا. هرب هذا في حالة مش تعمل كونستان من طرف واحد ولا? ما تنجمش تعمل كونستان من طرف من طرف واحد إذا كان فما طرف آخر هرب. في حالة فرار هذي يتم إعلام الأمن وهما يتخذوا الإجراءات اللازمة. وبالمناسبة يعني في تحديد المسئوليات هناك سلم لتحديد المسئوليات لدي شركة شركات التأمين. يعني فما اخطاء واضحة كل خطأ يعطي يحدد المسئولية مسئولية شكون في آآ في حالة صار حادث لا قدر الله. مثلا عنا آآ آآ عدم احترام مثلا الاولوية. آآ. عدم احترام الاولوية هذا واضح شكون الشخص اللي خاطئ في في حالة آآ وقوحات. عنا مثلا شخص حل الباب متاعه مثلا وكان هربا تجري بجنبه. آآ. المسئولية كذلك كانت تحدد شكون الترفي الخاطئ في في الحالة هذية. آآ رفض الاولوية مثلا كيف كيف رفض الاولوية وبتبيعة آآ تصادم خلفي مثلا انسان يسوق في كرهابته ودخل في في كرهابته من تالي شكون. دونك هذوم الحالات يحددها جدوى متاع مسئولية. اذا كان يتم التعمير كما قلنا في 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 الكونستاة. فما اسبعتاش خانة يناجموا آآ يطلوا عليهم هو. ومبعد تمشي بها ليا التأمين للكونستاة هذي كذلك تمشي بها لشركة تأمين بتاعك. شركة التأمين لازم ازوز اطراف. الطرف هو فيه زوز نسخ نسخة اولى ونسخة ثانية. من تالي تتبع اوتوماتيكيا. دونك عمرها طرف ياخذ الورقة الاولى وطرف ياخذ الورقة الثانية. وكل طرف يمشي لوضع الكونستاة هذية لدى شركة التأمين الخاصة بي وفي حالة انه مثلا موجود آآ طرف آآ ثالث او رابع او خمس يعملو نسخ ويتم اداها جميعا لدى شركات التأمين المسؤولة على. وشركة تأمين بعد اتعاين الآذرار اللي على السايرة وتقارنها باللي مكتوف في الكونستاة. هي شركة تتعامل تتعامل مع خبراء لازيكسبير هذوم موتوموبيل خبراء للسيارات هما اللي يقوموا بالمعاين على اثر كل حادث الشركة التأمين تبعث الحريف انتاحا الى خبير سيارات هو اللي يصور ويعاين الحادث وكان ثبتوا انها تتعارض مع اللي موجود في الكنستا كيفاش مع انتها الاذرار تتعارض مع انتها تقول انتي غار ايني صحيح معانيتها فكا كتحدد المسئوليات فيما بعد فكا كتحدد المسئوليات وفقا لخبير وخبرته وتصاور اللي بشي ياخذهم وشوف مثلا السيارة من ان يجيها مضروبة هايسكو هذي متماشا مع الكنستاو اللي يحدوا على هذلك مع تمنياتنا القلبية بالسلامة تطبيع الله يستر الناس الكل وربي مع الناس الكل ويسترنا ويستر الجميع شكرا لك غسين شكرا اني وكيل تأمين كنا نحكوا عن الكنستاو شنو الكنستاو شنو يعمل واشنية كيفاش يتعمر شخصو خطفا ما بارش عبيد نتعرش تعمر احنا لحدش تسعة وخمسين دقيقة هكا سنة الاخر ايه فهم بزنس اليوم وفيت ايه فهم بزنس ها وجيت بحثينا جيجيبش تعطينا اخبار الميتيو ايمن بالطيب تعطينا الاخبار بعد شوية زيجيكم امين جلانزا في سبور شكرا نتقبل وغدو في نفس التوقيت في لابين باي باي